وهل تعتقد دكتور عمر بأنه حتى لو فكرت حركة حماس وحتى لو جاء جناح سياسي جديد للحركة هل سيقبل في الغرب؟ هل سيقبل في الولايات المتحدة الأمريكية؟ قبل قليل كنت أتحدث مع دبلوماسي أمريكي سابق وهو يقول وهو مؤمن بأنه هناك إمكانية للقضاء على حماس حتى كفكرة رغم أن الأوروبيون يقولون عكس ذلك طبعاً أيدولوجيا وفكرة وبالتالي حتى لو غيرت حماس من تركيبتها وجاءت بجناح سياسي رفع لواء الاعتدال وواء إلى آخره هل سيقبل؟ طبعاً لا يعني أمريكياً الموضوع سيكون في غاية الصعوبة لكن على الأقل في الوقت الحالي لكن أنت مطلوب منك تضحض مسألتين الأولى ستثبت مع الواقع على الأرض وده اللي وصل ليه الأوروبيين أنك لا يمكن تكتس حركة مقاومة حتى لو كنت مختلف مع كل بنيتها الفكرية والأيدولوجيا إضعاف الجناح العسكري أو إنهاء الجناح العسكري للحماس الحاجة الوحيدة اللي تقدر تعمله هو الدولة الفلسطينية المستقلة لم يبقى في دولة فلسطينية تبقى فيها مؤسسات ويبقى أدوات القوة في إيد هذه الدولة وليس الفصائل المسلحة غير كده طالما باقي الاحتلال سيظل مشروعا أن يكون هناك جناح عسكري مش بقولك بس الجناح السياسي إنما حماس بمنطقة على أرضيتها هي مش على أرضية إملاءات غربية ولا أمريكية إنما على أرضيتها هي لازم تفكر في عناصر أخرى تمثل أهل غزة محسوبة على قط حماس مقربة منها لكن مش بالضرورة أعضاء في التنظيم لأنه الخلل اللي إحنا شايفينه دلوقتي إنه اللي موجود على الأرض واللي دخل في المعرك والكل اللي حصل في غزة على مدار خمس تشهر هو ما بيعودش بشكل مباشر على طولة التفاوض ولا قادر إن هو يتواصل وفيه رغبة إسرائيلية لإقصاءه تماما في اليوم التالي والولايات المتحدة بتدعمها إنه حاولوا دمع العشائر والعائلات وكل ده فشل فبالتالي فيه حاجة اسمها المتعاطفين الأنصار المقربين من الخط ويكونوا التكنقراط وما إلى ذلك عشان أنا مش عايز نعيد تاني المشهد اللي شفناه الأسبوع دوت في السجال اللي حصل فيه بيان فتح وبيان حماس في ظل حتى الحرب لم تتوقف فاللي عايز أقوله إنه مهم إنه يبقى فيه النمط جديد يعني زي ما السلطة الفلسطينية قالت حنجيب حكومة التكنقراط وخبراء آه حماس ممكن تفكر في مشاريع من هذا النوع ولكن هذه المشاريع هل ستكون بمقاييس غربية أمريكية؟ لا يجب إنها عشان تنجح لا يجب إنها تكون بمقاييس غربية أمريكية لازم يبقوا ناس مؤثرين في بيئتهم المحلية لو المصنعين في الخارج شفناهم مع كارزاي في أفغانستان وشفناهم في العراق مع الغزو الأمريكي والنتيجة كانت كارزية أنت محتاج تشتغل على البيئة المحلية وده كان موجود وده كان المفروض يبقى في الزهن قبل عملية 7 أكتوبر أنه أنت عندك قيادات محلية عندك نمازج كثيرة موجودة يمكن إنها تحد إنها في النهاية تبقى جزء من منظمة التحرير الفلسطينية بعد ذلك لكن إنه تترك السح أو إنه يبقى في حكومة تكنقراط فلسطينية السلطة وتبقى حماس معترض عليها ونرجع في السجلات دي لا لازم نوصل لنقطة التوافق وإنه النقطة دي هي الحاجة الوحيدة اللي تقدر ترد على المفاهيم الخاصة بالاكتساس والقضاء وما إلى ذلك كل دي زي ما قلت مش هتحصل في الواقع فالمهم إنه نفكر في يعني لابد من التفكير في معادلة جديدة غير المعادلة دي اللي إحنا بشكل بعيدا عن أي مواقف أيدولوجية مسبقة إن إحنا عندنا مشكلة معاها على مدار 15 أخيرا دكتور عمر يعني بعد بدء العدوان ربما بأيامه بأسبوعين ثلاثة يعني بدأ السؤال عن اليوم التالي للحرب في غزة يعني مبكرا بدأ هذا السؤال ربما لأنه يعني لا أحد توقع أن تستمر الحرب ويستمر الهدوان لكل هذه الفترة كيف تتصور اليوم التالي اليوم التالي أنا رأيي أولا لازم العالم العربي ولازم إحنا وسواء مثقفين باحثين إعلاميين يشتبكوا لأنها سمعت في أوقات كثيرة ممكن تبقى أحيانا كان بيبقى فيك كلام الخطاب الرسمي مثلا وزير خارجية مصر قال أكثر من مرة أنه يجب أولا وقف العدوان وده صحيح لكن بالنسبة لنا إحنا لا يجب أن نترك الساحة للمؤسسات أو مراكز الأبحاث الغربية أو مراكز صنع القرار لكي تهندس اليوم التالي في غزة أنت في حاجة إلى أن يكون لديك أيضا رؤية منها ما تحدثت عنه في وجود قيادات محلية غير مصنعة لا إسرائيليا ولا أمريكيا زي ما حاولوا يعملوا المرة الفاتتة وفشلوا حتى في توزيع المساعدات يعني عايزين يختاروا ناس بعينهم هم اللي يوزعوا المساعدات الإسرائيليين وهؤلاء الناس رفضوا فما بالنا فأنت هنا لا يجب أن تترك الساحة فضية لابد أن يكون هناك إعداد لقيادات محلية تبقى موجودة تمثل الشعب الفلسطيني في غزة ويكون ده بداية لتأسيس مشروع جديد بقى لمنظمة التحرير مشروع جديد للسلطة التفاوض على الدولة الفلسطينية لكن من المهم أن لا يكون هناك فراغ في من يمثل قطاع غزة سواء على المستوى المدني أو على المستوى السياسي أشكرك جزيل شكرا دكتور عمر شبكي مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا جزيل شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا